مع تغطش العراقي إلى أن يعود مجد البلد على رأس قائمة الدول الثرية بعلمائها وخبرائها في العلم والتعليم هنا أن أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة للابتعاث تتضمن إرسال خمسة آلاف مبتعف استجابة لحاجات البلد التنموية فإن مبادرة حكومة السودان التعليمية والتي أعلن عنها في مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في آيار الماضي تدخل أبواب الانطلاق ليتم الشروع بإجراءات إرسال خمسة آلاف طالب عراقي إلى الجامعات العالمية للحصول على شهادتي الدكتورة والماجستير مبادرة يدعو العديد من المهتمين بالجانب العلمي في العراق إلى أن يتم تطبيقها لتحقيق مستوى الرصانة المطلوبة في التعليم العراقي وتأكيد خبراء التعليم في البلاد على تطبيق المبادرة يأتي بعد أن تراجع العراق عن مراكز متقدمة بل وخرج من تصنيفات عالمية للتعليم الجامعي خصوصا وهو ما يصب في مصلحة مستقبل الجيل العراقي إن تحققت وقد عصفت بالعملية التعليمية بفعل ظروف الحروب والمشكلات الاقتصادية والأمنية ملفات أثقلت كاهل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي من بنى تحتية للمدارس وضعف الاهتمام بها على مدار حكومات متعاقبة وهو ما يجعل كثيرين إلى أن يطلبوا إبعاد مبادرة إرسال المبتعفين عن المحاصصة والمحسوبية وتشمل جميع الشباب العراقي الذي يريد أن يتعلم بعيدا عن الشهادات غير المعترف بها والتي تعلق كورقة لا فائدة منها شروط الحصول على منحة الابتعاث للماجستير والدكتورات تحافظ على ضرورة حصول الطلبة العراقيين على معدلات مرتفعة في التحصيل الأكاديمي وامتلاكهم اللغة الإنجليزية المتقدمة وهو ما يفتح الباب أمام ثلة من الطلبة الذين سيحملون مسؤولية صناعة المستقبل بخدمة العملية التعليمية في بلادهم لتحصين واقع التربية والتعليم وإنتاج أجيال تحافظ على الموروث والتاريخ العلمي الذي كان معروفا في العراق